أزمة مرسوم أقدمية الضباط بين بعبدة وعين التيني لم تلقي بظلالها على جلسة مجلس الوزراء الأولى لهذا العام في بعبدة لكنها حضرت في الاجتماعين الذين عقدا قبل الجلسة وبعدها بين رئيس الجمهورية مشيل عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الذي أكد أن مسألة مرسيم الضباط قيد المعالجة وهناك جهود تبذل في هذا الإطار أما الوزير علي حسن خليل الذي شارك إلى جانب وزراء أمل في الحكومة فأكد أن لا خطوات جديدة بهذا الاتجاه وكل طرف لا يزال على مواقفه مشيرا إلى أن موضوع الانسحاب من الحكومة غير صحيح وعلى طاولة مجلس الوزراء أطلق الرئيسان عون والحريري جملة مواقف سياسية تناولت قضايا اقتصادية وإنمائية وأعلامية وتربوية إذ دعا الرئيس عون إلى ضرورة تركيز جهود الحكومة على ما يهم مصالح المواطنين مطالبا بتشكيل فريق عمل من رئاستي الجمهورية والحكومة والوزراء المختصين لمواكبة التحضيرات لمؤتمرين باريس وروما وفي موضوع الحريات شدد الرئيس الجمهورية على أن ليس هناك أي مؤسسة أعلامية مستهدفة حتى يقال أن الحريات الأعلامية في خطر بدوره أكد الرئيس الحريري أن الفريق الوزري حقق إنجازات كبيرة خلال العام الماضي ولا بد أن يكمل بها وصولا إلى إجراء الانتخابات النيابية لافتا إلى أن هذه الجلسة رسالة واضحة بأن التضامن الحكومي باق ومستمر وأن أي خلاف يهون أمام مصلحة البلاد وحماية الاستقرار على الرغم من وجود وجهات نظر سياسية مختلفة وأشار الحريري إلى أن ورقة العمل التي تتعلق بمؤتمر روما وبريز يتم العمل عليها موجها التحية إلى الرئيس نبيه بري لقراره إعادة فتح مداخل ساحة النجمي وفي موضوع الحريات الأعلامية أكد الرئيس الحريري أن الحريات مصانة لكن أحيانا تحصل عمليات تسييس وعلينا أن نكون كأفريقاء سياسيين بعيدين كل البعد عن أي محاولة للحد من الحريات وافق من خارج الجدول على تخصيص اعتمار بقيمة 50 مليار ليلة لوزارة الداخلية لإجراء الانتخابات النيابية في رفض كامل من فخانة الرئيس وكل الوزراء ورئيس الحكومة على المساس بالحريات والمساس بالحريات يعتبر مساس بقدسية هذا الوطن إلى هذه الدرجة مجلس الوزراء وافق على تخصيص اعتماد بقيمة 50 مليار ليلة لوزارة الداخلية لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة فيما تم إرجاء مسألة توسيع المطامر الذي كان سيطرح من خارج جدول الأعمال اتسمت جلسة مجلس الوزراء في العام الجديد بالتركيز على مصالح المواطنين كما اتسمت بهدوء غير مسبوق على الرغم من الأزمة القائمة بين بعبدة وعين التيني على خلفية مرسوم أقدمية الضباط إلا أن الأمر قيد المعالجة عبر الاتصالات والمشاورات السياسية بحسب تأكيد رئيس الحكومة سعد الحريري من بعبدة شهير دريس تلفزيون المستقبل